تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شركة قناة السويس للاستزراع المائي وبرفقته مجموعة من قيادات الهيئة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المختلفة بالشركة وطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكي حيث يجرى العمل حاليا على استزراع 65 فدانا بزريعة أسماك الدنيس بإجمالي 2 مليون ونصف سمكة زريعة بالأضافة إلى استزراع 40 فدانا بأسماك البلطي بإجمالي مليون سمكة زريعة